زيزو كلنا عارفين كلمت أنا حتى مع أميل كان معايفهم داخل قبل كده أميل مرتضى أنه راجل شرط الجزائي بتاعه فيه يعني فيه رقم مش كبير وأنه فيه عروض أكيد بطبيعة الحالة زيزو أفضل لعب في مصر في الطبيعة ده فيه العباء أقل بكتير بيجي له عروض فطبيعي زيزو هيجي له عروض وأكيد عروض مهورية إزاي زمالك يقدر يحافظ على زيزو وهل زيزو تتصور أنه هيبقى موجود في زمالك الموسم اللي جاي ولا هيبش أنا أتصور أنه هو هيبقى موجود أنه هو حاب يبقى موجود لأنه كمان الجمهور كان ليه دور كبير جدا 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 مع الفريق السنادي ومعه لعيبة معينة منهم زيزو دي نقطة هو طبعا أنه عايز يعود ديه حاجة رغبة متبادلة وهو مش عايز يفعل الشرط الجزائي دي حقيقة صح ودي معلوماتك طبعا دي نال التقدير كبير جدا جدا من الجمهور ومن مستشار مرتضى أنه ما فيش مشكلة بالنسبة لأنه هو يتعدل العقد وتشال الشرط يعني نادي الزمالك والإدارة وأمير يمكن نتكلم معاه متفاهم جدا للنقطة دي هنوصل لحل إن شاء الله هو ما عندهش مشكلة هو ما عندهش مشكلة سأعرف أنت اللي دايما بقعد أفكر فيها الفكرة الإغراءات يعني متأكد أن زيزو بيعشق جابهين نادي الزمالك وجابهين نادي الزمالك بتاع عشق زيزو والزمالك هيقدره والزمالك هيقدره طبعا على عالي يقرب الأمر مش هنبقى طبعا زي المستوى ده بس يعني إيه هو شوية علينا وشوية علينا أصلاق أيوك صح كده أصلاق دايما بقول إيه يا جماعة وإنت حدك كنت لعيب كبير طبعا أحيان بتبقى العروض مثلا إذا راجل نفسه هياخد خمسين ستين مليون جنيفين بوسمه آه 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 حاجة برضو ما ما فيش نادي مصري هيدفعه مش حاجة مالك ولا غيره خصوصا أنه هو صغير وعايز يأمن مستقبله وأسرته وأهله وده حق مكتسب يعني ما فيش مشكلة بس هو المشكلة اللي حصلت في العقد ذات نفسه آه طبعا في القيمة العقد يعني طبعا حتى لو الموضوع ماشي عادي وجاله عقد من بره هو ده زيزو عايب بيقول للأندي يعني لو أنا مش هفعل العقد اللي هو مع الزمالك يعني مش همشي من الزمالك بشرط جزائش لا مش همشي يعني هو هيتقدر كويس من الزمالك يعني خلص زيزو حيات طبعا ده خبر أكيد هيبقى إذا يملك تفرح بي جدا